اشتركوا في القناة في بعض الاشخاص سألوا عن حكيت عنه في بداية الحلقة يوم الامس اللي هو الانتساب فعليا انا على الكمبيوتر وجدت الاشارة هاي جنب قائمة الاشتراك ولكن وجدت انه على الجوالات محطوطة ايقوني جنب كلمة شير هيك ايقونة جديدة صغيرة زي الدائرة وهذا مكتوب عليها انتساب طبعا باللغة العربية اعرف اش باللغات الثانية ايش اسمها المهم انا اخدت الرابط اللي بطلع لهاي الصفحة اللي بدو يدخلكم عليها واخدت الرابط وحطيته اول رابط في صندوق الوصف على اساس ان اللي بدو يطلع عليها او يعرف عنها معلومات فلو فتحت صندوق الوصف بتلاقي انه موجود الرابط هذا تكبس عليه بتشوف انت ايش الاشياء اللي نزلها اليوتيوب جديد طبعا اليوم حلقتنا راح تكون شوي فيها حدث منيح اللي هو اول اشي اليوم انتقال القمر وانتقال الزهرة واثنين بدهم ينتقلوا مع بعض او يعني في نفس اليوم لا برج العقرب وهاي تقريبا يعني اشارة جيدة الزهرة انتقالها راح يعمل تغيير بالفترة القادمة ايجابي فرح نشرح عن الانتقال وتأثيراته بالكامل طبعا اليوم توقعتنا لا يوم الجمعة عشر ايلول بما انه يوم الجمعة جمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منكم الطاعات القمر الان موجود في منزلة الزباني وهي الفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة عشرة واثنين وخمسين دقيقة من مساء هذا اليوم اللي هي ليلة بث الحلقة اللي هو الخميس تسعة تسعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الاكليل وهي منزلة جيدة هي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما انه من الان لغاية ساعات الصباح في خلو مسار طبعا اليوم ولكن بما انه من الان لغاية ساعات الصباح رح يكون موجود في الميزان فرح نخذ شوي من صفات برج الميزان وهي تأثيرها رح يكون على جميع الابراج طبعا هي فترة جيدة عاطفيا تصلح لتعزيز العلاقات العاطفية او تواصل الجيد او تطوير العلاقة او المصالحة ما بينك وبين الحبيب او بينه وبين الاحبة وتحسين العلاقة الزوجية اللي نالها بعض التوتر في الفترة الماضية منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل الاسترخاء بيوجد الغرار متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد يعني شوي يكون غيرة في اوجها طبعا في هاي الفترة ممكن ننجح في اعمال فنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او مثلا تزين البيت او ديكور معين للبيت للمكتب او اقتناء حاجيات جميلة او تحف اثرية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاوية ما قبل خلو المسار هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة الرابعة و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا الزاوية هاي بما انها ايجابية فبتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار هو سلبي بيبدأ من الساعة 4 و 47 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الساعة 6 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج يعني الساعة 9 و 5 بتوقيت الاردن بكون انتقل واستقر في برج العقرب فعشان هيك من ساعات الصباح منبلش او بتبلش تأثيرات برج العقرب علينا اكثر في هاي الفترة منكون او منصير اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة ما في حل وسط ممكن نشعر بالانتقادات او بانتقاد الغير وممكن يصير فيه نوع من انواع الحدية بيلعب الجنس دور ملحوظ في هاي الفترة او في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي او سوء تفاهم عاطفي او علاقة عاطفية محبطة بالفترة هاي ممكن انه احنا نعمل تأمين لا سيارة تأمين لبيت تأمين شخصي صحي بالفترة هاي ممتازة وبرضو تصلح للبدء بروايات خصوصا اللي هي فيها نوع من انواع الاكشن او البوليسية او المثيرة او الغامضة او الرعب ومشاهدة افلام مغامرات بنلاقي انه في قابلية لهاي الامور اكثر وممكن اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالفترة هاي طبعا بعد الانتقال مباشرة بصير في عندنا زاوية هي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة واثنين وخمسين دقيقة مساء فرح يعني بعض الاشخاص بواجهوا مصاعب وعرافيل بتطلب منهم انهم يبذلوا جهد ليتغلبوا عليها بانفسهم وفي هاي الفترة ما لازم نعتمد على الحضوض نهائيا ممكن بعض الاشخاص يفتقروا للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا الى الهروب الى الماضي بدل من مواجهة المشكلة اللي في الوقت الحاضر الحدث اللي رح يصير اللي حكينا عنه في بداية الحلقة هو انتقال كوكب الزهرة لبرج العقرب وطبعا هو رح ينتقل في ساعات المساء يعني في تمام الساعة ثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن في الساعة 11 وثمانية وثلاثين دقيقة بالليل ورح طبعا بدي ينتقل من الميزان للعقرب رح يمكث في العقرب حتى ساعات ظهر يوم 17 طبعا خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير ايجابي على مظهر موليد برج العقرب وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب افراد الجنس الاخر لهم بيستفيد معهم في هاي المرحلة او في هذا الانتقال او المكوت موليد الابراج المائية الاخرى مثل السرطان الحوت والترابية مثل الثوء الثور والعذراء والجدي وكذلك كل شخص لما انولد كان موجود العقرب ساعة ولادته في برج العقرب وطبيعة الحال الاشخاص اللي بنولدوا في هاي الفترة وبكون الزهرة موجودة بالعقرب هذولا بيكونوا يعني عندهم الحس الرومانسي متطرف جدا في هاي الفترة وما بيعرفوا الحل الوسط في غرامياتهم طبعا بالنسبة للزهرة بما انه رح تكون موجودة في العقرب فهاي الها تأثيرات على جميع الابراج طبعا خلينا ناخذ احنا برج برج ونشوف كل برج ايش المزايا اللي رح يستفيد منها في اثناء وجود الزهرة في العقرب برج الحمل طبعا اللي برجهم الحمل وطالعهم حمل هذولا بيستفيدوا من مال بييجي من تركة او من تعويض او من شراكة او من بنك مثلا قرض معين بتوافق عليه ممكن يستردوا اموال لالهم وممكن يبدأوا بشراكات جديدة اللي برجهم الثور وطالعهم الثور بيستفيدوا في تعزيز الشراكة العاطفية والمالية وممكن انه يصير فيه اشياء ايجابية لالهم تساعدهم بشكل كبير على مستوى الارتباط او الزواج او خطوة جديدة بهذا الاتجاه وبرضه بتمفع للمصالحات العاطفية اما بالنسبة لمواريد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء فهاي بتعطي فرص قوية جدا لللي بيبحثوا عن عمل او ممكن يحصلوا على عمل يكون مناسب لالهم وبرضه بتعزز العلاقة مع الزملاء في مكان العمل بشكل جيد وبتعطي دفعة لهم بالاتجاه الصحي برضه بتكون لصالحهم اما علاج او استشفاء او بيتشافوا من المعين بالنسبة لمواريد برج السرطان واللي طالعهم سرطان فهاي بتعطيهم حظ في العاطفة والمال وارتباط جديد وبرضه بتعطي فرصة للنساء للدخول بالحمل يعني اللي بترغب انها تعمل زراعة او علاج لامور الانجاب فهاي فترة ممتازة جدا لالهم بالنسبة لمواليد برج الاسد واللي طالعهم الاسد فهدولا بيستفيدوا في امور الها علاقة بالسكن العقارات العلاقات العائلية تحسين علاقات عائلية كان في بعض المشاكل فيها او ممكن استقبال ضيف او شخص برجع على ارض الوطن او امور الها علاقة بفرحة داخل العائلة بالنسبة لمواليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء فهاي بتعمل نجاح في الدراسة في السفر في الاتصالات في اي شيء بيتعلق بالسيارات او الاجهزة الالكترونية والترويج لسلعة معينة او بيع سلعة معينة برضو هاي بتكون ممتازلة لهم بالنسبة لمواليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان فهاي بتعطيهم مكاسب مالية بشكل حلو ولكن اغلبها بتيجي من عمل اضافي وممكن يحصلوا على بعض الهدايا او نوع من انواع الدعم بالنسبة لبرج العقرب واللي طالعهم عقرب فهدولا هم اكثر المستفيدين لانه بيتحس فيه تحسن بيطرع على مظهرهم الخارجي وبرضو بتزداد عندهم قوة العاطفة وبينجذب افراد الجنس الاخر لهم وممكن يكون عندهم ارتباط او علاقة جديدة يعني بتكون لها ما يتبعها بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس فهي بتعطي فرصة اثناء التعامل مع المؤسسات او الشركات الكبيرة وممكن برضو تعمل لهم نوع من انواع العلاقات مع شخصيات او مرموقة او الها مركز اجتماعي عالي وبرضو بتفيدهم على مستوى الشهرة وممكن يعني يكون لهم ترفيع اما بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم الجدي فهاي بتعزز عندهم النشاطات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والمناسبات والافراح والصداقات بشكل كبير بالنسبة لموليد برج الدلو اللي طالعهم الدلو فبتعطيهم فرصة للتقدم في العمل وبرضو لللي بيبحثوا عن عمل وبتكون برضو قوية بالنسبة لهم بشكل ممتاز فممكن يحصلوا على عمل جديد وممكن انه يترفعوا في عملهم اما بالنسبة لموليد برج الحوت واللي طالعهم الحوت فهاي بتعطي نجاح في امور الها علاقة بالسفر بالاتصالات بالدراسة الاكاديمية بالمواضيع القضائية كلها هاي بتكون لصالحهم في منهم ممكن يسافر سفر بعيد او تطلع له اقامة في دولة ما او للهجرة يعني بكل هذه الامور بتكون جيدة حتى علاقة مع الاجانب بتكون برضو ظاهرة بالفترة هاي طبعا بما انه القمر موجود في برج العقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد يوم اتناعش تسعة بيبدأ في تمام الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر للقوس اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد اربع ايام في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بصير خمس ايام نسبة الاضاءة بتصير ثمنتعش في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحسي بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في الميزان ودينتقلها العقرب ورح يمكث فيه لغاية ستناعش تسعة هو اليوم سعيد بنسبة عشرين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الظهرة في الميزان وبدو ينتقل للعقرب حتى يوم سبعة عشر طبعا هو الان سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن من ساعاته الظهر بتنزل ساعاته أو بتنزل ساعاته لغاية خمسة عشر في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمسة عشر تسعة هو منتحس الان بنسبة خمسة عشر في المية ولكن التنبيه انه من الان من اليوم يعني من يوم عشر الشهر لا يوم خمسة عشر تسعة بترتفع اللي هي احداث العنف في العالم او في المناطق المحتدمة فممكن شوي تصير بعض الأحداث الدموية او اشيء له علاقة بالنيران تفجيرات او اشيء له علاقة بترتفع هيك الأجواء الحامية خصوصا زي حرب او تهديد بالحرب او اعمال العنف او شغلات زي هيك لانه دائما زي ما تعرفوا او منحكي دائما انه المريخ لما بيجو بدي انتقل من كوكب من برج لبرج بتزيد هاي الأحداث فطبعا هي الان بتبلش تزيد هاي الأحداث بشكل متصاعد لغاية يوم الانتقال اللي هو خمسة عشر تسعة بالنسبة للمشتري طبعا هو في الدلو بيتراجح حتى يوم ثمنتاش عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم احداث عشر منتحس بنسبة اربعين في المية اورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اثناش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتو في الجد بيتراجع حتى يوم ست عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الاجواء بدها شوي التركيز حول الاهتمام بتدعيم شراكاتكم سواء المالية او العاطفية اهم شي انكم تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الاخر بالفترة هاي لانه الاجواء مش مساعدة انك توفوا في هذا الامر الا اذا كنت متأكد انك بتوفي فيه فالتزم بالامر طبعا بدكوا تضبطوا اعصابكم ما زال القمر مقابلكم في الميزان يعني سهل استفزازكم في هذا اليوم فضبط الاعصاب مطلوب ومراقبة الصحة لغاية ساعات الصباح مطلوبة من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل بصير في البيت الثامن فبتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية اهم شي انكم ما تهملوا صحتكم تصبح الاجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معكم اكثر لانه القمر رح يتحرك من المقابل فالامور رح تهدى شوي فاليوم رح تلاقي اعمالك صدى طيب اهم شي انك ما تتكاسل حاول انك تسارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار برج الثور طبعا القمر الان موجود في البيت السادس زي ما حكينا في اليوم امس فعشان هيك بتكديروا بالكم على اعمالكم لغاية ساعات الصباح حاولوا انكم تنجز الاعمال اللي بديتوا فيها وحاولوا انكم ما تبادروا العمل الجديد قبل ما تنهوا الاعمال الموكلة للكم اهمش انكم ما تهملوا صحتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر بصير مقابلكم تماما يعني بتعطيكم ايجابية على الجهة ولكن طاقتكم بتصير ضعيفة شوي فترغبوا خلال اليوم هذا من تعزيز شراكاتكم او في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الامور وتطرأ بعض البلبلة حاولوا انكم تعلجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاولوا انكم تحذروا من القطيعة والدعاوة القانونية لانه خصمك اليوم بكون اقوى منك والعرقيل ممكن انها تستفزك برج الجوزة طبعا من الان لغاية ساعات الصباح القمر مازال موجود في البيت الخامس فعشان هيك بامكانك وقضاء وقت ممتع مع احبائكم مع ابنائكم تعزيز الامور اللي الها علاقة بالترفيه او تغيير الجو المرح التجميل كلها اجواء ايجابية طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح شوي بتحسوا انه صار فيه بعض الاعمال الموكلة للكم اكثر وممكن يتراكم العمل ما تقدروا تنجزوا بالكامل فممكن تعملوا وقت اضافي او تجد انه اكثر من عمل صاروا مع بعض فما تعرف انت مين اللي بدك تنجزوا بالضبط فاهم مش انكو تنجزوا اعمالكم وما تخلوها تتراكموا برضو بتكو تنتبهوا لصحتكم لانه اليوم شوي هيك راح تنضغطه فممكن تهمل صحتك او تشعر ببعض الارهاق او التعب ممكن تضطر لها عمل وقت اضافي بدك تحاذر برضو من المشاكل الصحية مثل ما حكيت برج السرطان طبعا القمر موجود في الميزان اللي هو البيت الرابع لالكم فبتكو تتجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم او شراء قطعة اثاث حاولوا انكو تأجلوها شوي حاولوا تركزوا على الامور العائلية من الان لغاية ساعات الصباح لانه من ساعات الصباح الاجواء راح تتغير بشكل كبير فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم شي انك تلطف الاجواء حاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها خصوصا اللي كان فيه بالايام الماضي نوع من المشاحنات ما بينك وبينهم ممكن تعمل مصالح اليوم بتنال اي شيء بترغبوا خلال هذا اليوم قصوصا من بعد ساعات الصباح وممكن تنتصر على كل الاعتبارات في منكم ممكن يحل مساء العالقة كانت او مستحيل ان يحلها بالفترة الماضية اي فترة ايجابية فلازم تستغلها بشكل جيد برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا القمر الان ما زال موجود في الميزان فاللي عنده امتحان او عنده مقابلة او عنده حركة نشاط اليوم بده ينتبه بشكل جيد ما يعتمد على الحظ نهائيا يعني الامور بلشت تاخد منحنة لانه منقرب على خلو المسار يعني شوي فالاجواء بدها نوع من انواع الانتباه وخصوصا اثناء قيادة السيارة من الطرق المفتوحة اثناء تعاملكم مع الاخوة برضو بدكوا تضبطوا عصابكم ثم في داعي للانفعال في ساعات الصباح بصير الاجواء كلها بتتركز على امور الها علاقة بالبيت حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهم اش انكم تتجنب وتوبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية او يكون عندك مناسبة معينة او يعني شيء بتطلب منك الحضور على مستوى العائلة او البيت بدك تواجه الامور او الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك بهذا اليوم وحاول انك ما تفرض رأيك فترة ممتازة او مناسبة للسفر والتنقلات والاستثمار برج العذراء طبعا بما ان القمر الان في بيت المال فبتكوا تحذروا من اي خطوة مالية جديدة صحيح انه في فرص لمكاسب مالية ما زالت موجودة او هدية معينة او ممكن تتحسن الاجواء عندك بشكل اوضح اهم شي انه تنتبه لاموالك من السرقة والضياع والمصاريف اللي مالها داعي في ساعات الصباح الاجواء رح تتغير بشكل كبير بتبلش يعني من ساعات الصباح تتغير بتنشطوا في التنقلات في السفر القصير في الاتصالات ممكن اليوم يكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اليوم رح تكثر عندكم النشاطات على حسب تخصصك او على حسب طبيعة حياتك ممكن سفر ممكن علاقات ممكن تنقلات ممكن تليفونات ممكن عمل لها بالسيارات او صياني او امور من هذا النوع الاهم انه اليوم رح تكون لك كثير من اللقاءات والاتصالات وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك اهم شي انك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بتظل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم لانه اليوم تقريبا يعني في مرحلة جيدة بالنسبة للكم اللي هي عملية تحرك القمر ولكن بما انه في خلو المسار كل ما اقتربنا لخلو المسار اكثر حاول انك ما تبادر لاي عمل جديد بس واصلوا عملكم الاعتيادي من ساعات الصباح طبعا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهم اشي انه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب او حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم بدك تكون معتدل وموضوعي في امور النقاش والمساومة ممكن اليوم تهتم لامور مالية او امور استشفائية اهم اشي زي ما حكينا تنتبه على مالك من السرقة او الضياع او بعض الامور اللي بتتعلق بالامور المالية برج العقرب بما ان القمر لسه ما انتقل عندكم فطبعا بدو يظل التعب مسيطر عليكم تشعروا ببعض الوهن او التعب او الارهاق او الالم اه طبعا هذا الامر رح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل عندكم فا اه يعني من الان للصباح بدكوا تنجزوا فقط الاشي المطلوب منكو الضروري من العمل المتراكم وتخلدوا للراحة من ساعات الصباح بيطرق تغيير للافضل على صحتكم اه بتستعيدوا حماستكم بتنهمكوا بادخال تعديلات او تغييرات على روتينكم او على مظهركم ابتقوا نسبة نجاحكم وبتشتد عزيمتكم وممكن تنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحكم برج القوس طبعا ما زالت الامور اللي الها علاقة بالنشاط ما بين الاصدقاء جيدة والتواصل الحوارات المناسبات كلها ممتازة اهم شيء لانه منقترب على فترة خلو المسار مع ساعات الصباح فما تعتمدوا كثير على وعد ممكن يقطعوا لكم اي شخص اه يعني بدك تكون متقبل انه الامور رح تمشي بصعوبة وما حد رح يوفي بهذه الامور مع ساعات الصباح طبعا لانه القمر بتجه باتجه بيت المتاعب فبدكوا تنتبهوا اكثر لصحتكم اهم شيء انه من بعد ساعات الصباح لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لانها هاي فترة فارغة من الحظ حاولوا انكوا تحللوا الامور بهدوء ابتعدوا عن الاضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب امالك وحاذروا من البلبلة والالتباسات طبعا هاي فترة الكل بمر فيها وهي لا يوم الاحد لا القمر ينتقل عندك لا تتحسن الامور فبدك تتهيئ نفسيا على الاجواء القادمة انه فيها بعض التأخير برج الجديد طبعا بدكوا تواصلوا اعمالكم الاعتيادية اللي انتوا مو كاللائلكم او اللي انتوا بتعملوا فيها حاولوا انكوا تعملوا الامور بشكل روتيني اعتيادي ما تبادروا العمل جديد لانه الوقت مش مناسب وخصوصا مع ساعات الصباح انكوا تبدأوا بشيء لانه في فترة دخلوا المسار في صعوبة حاولوا انكوا تحافظوا على سمعتكم قدر الامكان ما تخلفوا ما تجازفوا يعني ما تخلفوا القوانين ما تغامروا بالفترة هاي من ساعة الصباح الاجواء رح تتغير بشكل ايجابي فتلتقوا الاصدقاء حاولوا انكوا تبادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم اكثر اليوم لانه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك او يساعدك او يساندك في بعض الامور ممكن اليوم تلتقي اصدقاء جدد او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اهمش انك ما تستسلم حاول انك تكرر المحاولات وخصوصا من بعد الانتقال الى القمر للعقرب اللي هو من ساعات الصباح برج الدلو برج الدلو ما يعتمد على الحضوض تنتبهوا اثناء قيادة السيارة على الطرق المفتوحة في ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهمش انك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وحاول انك تقدم افضل المستطاع الفترة هاي طبعا هي فترة بيت السمعة بيضمنها نوع من انواع القلق او التوتر فعشان هيك بدك تضبط اعصابك وحاول انك ما تعمل اي شيء ممكن من خلال انك تشوي سمعتك او يصير لك نوع من انواع المحاسبة برج الحوت طبعا بما انه القمر ما زال موجود في البيت الثامن فتتركز كلها على امور الشراكة المالية او الاموال المشتركة او الحسابات او الامور الصحية او الامور الاستشفائية كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتجنبوا اي شراكة مالية وحاولوا انك تتفحصوا حساباتكم المشتركة وتخففوا من النفقات قدر المستطاع من ساعات الصباح القمر رح ينتقل على العقرب فبتنشغلوا في امور الها علاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة التعامل مع الاجانب فطبعا هذا يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجر على رفض اي شيء ما بناسبك اهم اي شيء انك ما تخشى شيء حاول انك تثق بنفسك اكثر هاي فترة ايجابية ودعملة اليك بقوة تعطيك نوع من الحضوض المميزة وهاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة مثل السفر او الامتحانات او الدراسة الجامعية او تعامل مع الاجانب فعشان هيك انت رح تبدأ مرحلة مستمرة ممتازة جدا هيك من كون انت هنا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة